عزيزي لودي الدجلة بيعرض إقامة مباراة لصالح أسرة هذا الفقيد وأنا بس طريق إسماعيلية ده ما عرفش إيه اللي فيه بتتكرم يعني بذات في الكورة يعني أفقد الكورة المصرية والنادي الإسماعيل العديد من النجوم قيمة واحد زي رضا في منتصف الستينات محمد حازم في 86 علي أغا أيضا محمد اليماني بعد تقلقه مع منتخب الشباب في الأرجنتين بشكل مدهش جدا تعرض لحادث يمكن أفقده الزاكرة لفترة طويلة وأبعده عن مستوى لفترة طويلة وكل يوم بنسمع عن أحداث يعني إذا كانت هناك حيوب فنية في هذا الطريق ما أنشي الأوان بقى أن إحنا يعني مصيادة الموت ده يشوفون حادث شريف عبد المنعم وحسام البدري برده دي كانت يمكن أقرب للسويس آه من ناحية السويس شوي لكن طريق الإسماعيلية ده في منطقة ما بيبقى طريق خطر لأنه ظهروا نضيق ومزدوج على أي حال نتمنى أن طبعا العمر بيد الله ولكن أيضا ما ننساش أن المدير الفني في حالة حرجة حالة حرجة جدا عموما كل التعادي الوادي دجلة ولكن فعونهم وأعتقد أن أظن أن فيه معروض على اتحاد الكرة دراسة أن تؤجل مباراة الزمالك اللي حصل بالفعل زي ما قال موقع الاتحاد المصر لكرة القدم أن هذا الحادث دفع لجنة المسابقات في الاتحاد برئاسة المهندس عامر حسين إلى تأجيل مباراة ودي دجلة مع الزمالك في افتتاحية الدوري اللي كان مقرر لها يوم السبت 15 أكتوبر الدوري مقرر يبدأ الجمعة مباراة الزمالك ووادي دجلة كان محدد لها السبت 15 اللجنة المسابقات قررت بسبب الظروف اللي بيمر بها ودي دجلة تأجيل هذه المباراة اللي موعد يحدد فيما بعد مراعاة لظروف الفريق بعد تعرض سيارته لهذا الحادث أرجع لحظة على حادث التوبيس عشان أضيف معلومة أن الكابت الساد عبد الحفيز عرض إقامة مباراة لصالح أسرة العامل الفقيد خالد محمد وأرجع أن تقام هذه المباراة لأن أي شخص يستحق كل الدعم وربنا يصبر أسرته دائما على قصة الظروف هم شركاء في أي عمل بشكل جيد